ما بيشوفوش الحاجات دي خالص هم ما بيشوفوا اللي هم عايزين يشوفوه وانا بشكرك انه حضرك فتحت الجزئية دي لانه لازم كلنا ننتبه لازم كلنا ننتبه المنظمات ووالانسان واللغة والموضة اللي طالعين بها دي والديمقراطية والحاجات دي ما بيحبوا يطبقوها بيطبقوها على ناس معين لما يحبوا يتعاموا على اماكن تانية او ناس تانية او دول تانية بيتعاموا الحقيقة عشان بس نبقى فاهمين دي طبعا حقيقة طبعا اما المجلس النواب انبالح كل واحد كلنا بيتكلم ده من منبع الشعب نفسه الشعب نولا فلسطين احنا معاكي لقضية مصر طبعا المفروض قضية العرب كلهم كمان الحقيقة دي حقيقة قضية العرب وانا بردو بقول درعب لازم يكون في وحدة عربية احنا كلنا نضاما نعم على اللي احنا شايفينه دوت احنا منطقة كبيرة ومنطقة ما نستهونش بالمنطقة منطقة يعني كويسة فيها يعني مقدرات كتير جدا فيها البترول نعم فيها العلماء وفيها قوة بشرية كويسة احنا بقولنا احنا عملنا وحدة يعني لوقف هذه المهازل اللي موجودة اللي احنا بنشوفها اه تقصد حضرتك انه لو اجتمع العرب كل دولة بامكانياتها اللي فيها بترول واللي فيها واللي فيها واللي فيها اه ونصر فيها الصناعة طبعا نجتمع لو اجتمعنا جميعا لمساعدة القضية الفلسطينية من خلال الضغوط على اسرائيل شايف انه ده يجيب نتائج كويسة طبعا انا وطبعا يعني اللي انا يعني بحيي في خامة الرئيس عم فتاح السيسي انه قوة جيش بتاعه جيش مصر العظيم عشان خاطر مصر دي يعني بلك كبيرة مصر يعني مش اي حد يحكمها لا ده مصر فيها يعني جيش قوي فيها ناس بتاعها تفكر فيها مقدرات كتير فاحنا بنقول في خامة الرئيس انت يعني تقوية الجيش بتاعك ده يعني مش سهل ده عشان خاطر طبعا في اي ظروف زي الظروف دي اللي طبعا الناس تعمل حسابها وفي نفسها الدول تعمل حسابها نعم نعم طيب سيد النائب ومناسبة انه حضرتك وتبت تكلم على سيادة الرئيس دعمته سيادة الرئيس لفترة رئاسة قادمة الانجازات اللي انتوا شايفينها والحضرتك شايفها بشكل شخصي اللي حصلت في مصر خلال فترة تولي سيادة الرئيس بياسة مصر بص حضرتك كواسي اللي انت سألت للسؤال ده لكل يعني تطور في حاجة لا مرحلة يعني زي مرحلة مثلا زي نقولت من شوية مرحلة تقوية الجيش نعم تي حد كان عارف الجيش كان بيصل تطويره ليه مدى انجاز من الانجازات اللي موجودة